اشتركوا في القناة بحيث بعملية مراجعة لنا سواء كنا اخدناها او سواء كنا ناخدها يعني الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث موضوع يهم ناس كتير جدا وموضوع ممتاز هنتكلم في موضوع كتير هنتكلم في كهرباء هنتكلم في ميكانيكا هنتكلم في شغل الكنترول هنتكلم في حاجات كتيرة احنا بنتعرض لها طبعا الخبرة مهمة جدا في اي معلومة نقدر نكتسبها في الفترة ديت تساعدنا الفترة الجاية في الامتحانات تساعدنا في الدراسة تساعدنا في حاجات كتير جدا زي ما كلمت وقلنا هنتكلم في موضوع كتير هنتكلم في كهرباء هنتكلم في ميكانيكا هنتكلم في الكنترول هنتكلم في اجزاء كتير مش هبقى حاجة محددة هتبقى حاجات متنوعة جدا وهيبقى فيها شوية اسئلة نقدر نبص عليها ونفكر فيها مع بعض ونبدأ نحلها هنبتدي مع بعض حلقة النهاردة ناخد بعض المصطلحات الموجودة في التبريد وتكيف طبعا لما بنيجي نشتغل في مسائل نيجي نشتغل في اي حاجة في قوانين لازم اكون انا دارس وفاهم وعارف يعني الرمز والوحدة وبعارف الحاجات دات من بعضها بحيث سهل علي الشغل وانا شغال هنبتدي مع بعض بالمصطلحات الموجودة في التبريد والتكيف نبص كده مع بعض او رموز الشائعة للاستخدام في التبريد والتكيف عندي من الحاجات اللي بتعرض لها في التكيف عندي الانصالبي الانصالبي الرمز بتاعه عندي هنا H والوحدة بتاعتي بكيلو جول لكل كيلو جرام عندي بعد كده درجة الحرارة الجفة دي طبعا بجيبها من الخريطة اللي هي TDB وعندي هنا الوحدة بتاعتها سيليزيس او درجة مقوية طبعا TDB اختصار لدراي بالب تيمبريتشر نيجي بعد كده درجة الحرارة الراتبة طبعا بجيبها من الخريطة طبعا بدي الخريطة السيكلومترية عندي هنا الرمز بتاعها TWB هي اختصار لويت بالب تيمبريتشر والوحدة بتاعتها درجة سيليزيس او مقوية بعد كده عندي رطوبة نسبية وبجيبها من الخريطة وهي ال-RH عندي بعد كده الرطوبة النوعية او نسبة الرطوبة اللي هي ال-W والوحدة بتاعتها كيلو جرام مية على كيلو جرام هوا معدل التدفق الحجمي ودي مهمة جدا اللي هي ال-V طبعا زي ما عارفين الحجم بالمتر مكعب ومدام قلت معدل يبقى هنا متر مكعب بير ساكند او متر مكعب لكل سنة الحجم النوعي ال-V وهنا الوحدة بتاعته متر مكعب لكل كيلو جرام طبعا فيه ناس كتير بتختلف من معدل دفق الحجم للحجم النوعي وبتتلغبط فيه لازم نعرف الفرق بينهم معدل دفق الحجم متر مكعب على الثانية اما الحجم النوعي متر مكعب على كيلو جرام بعد كده كسافة الهوا الرو اللي هي كسافة عندي كيلو جرام لكل متر مكعب عندي معدل سريان كتلة الهوا ال-M كيلو جرام على ثانية طبعا الكتلة نحن عارفين بالكيلو جرام ومدام قلت هنا معدل يبقى اكيد على تايم على وقت يبقى كيلو جرام على ثانية عندي هنا كمية بخار الماء المضافر للهواء خلال عملية الترطيب اللي هي MWV بعض التحولات الهمة في التبريد والتكويف طبعا الشغلنا في التبريد والتكييف بنتعرض لوحدات ساعات بيجيلي في مسألة بوحدة مثلا جايلي بالسانتي متر انا مفروض انا اشتغل بالمتر تمام يبقى انا محتاج اللي انا احول من السانتي للمتر جايلي الوحدة مثلا بالطن وانا عايزها بالكيلو جرام تمام انا مثلا محتاج مسافة مسافة مثلا من المسافة من اول للاخر دي بتي تقاس بايه؟ تقاس بالمتر بالسانتي بالكيلو يبقى انا لازم اعرف الوحدات من بعض ولازم اعرف احول ازاي يعني وجهالي سانتي احول ازاي للمتر وهكذا في وحدات كتير عندنا بقى وحدات في الضغوط وحدات درجات الحرارة انا بتعامل مثلا بالكالفين بتعامل بالفرنهيتي بتعامل بالسليزيس لازم احول لوازم اعرف احول من ده لده ازاي وايه الطريقة الدغوط عند الضغط بالضغط الجو بالضغط اللواء بي اس اي بالباسكال بالبار ازاي اقدر احول من الضغط ده للضغط ده دي مهمة جدا وبنحتاجها كتير سواء انت بقى في سنة اول او في سنة تانية او في سنة تالتة اتخرجت كل الكلام ده احنا بنتعرض له عشان كده اقولك الحلقة دي مميزة جدا لاحنا هنتعرض لحاجات كتير احنا بنحتاجها دي هتعتبر اساسيات التبريد والتكيف ناخد بعض التحولات الهمة اللي احنا بنتعرض لها اول حاجة تحولات الحجوم الحجم الحجم عندي هنا بالمتر مكعب طب عندي متر مكعب على الثانية بيسوي ايه في كم لتر في عشرة قصة تلاتة لتر على الثانية اللتر على الثانية عشان اقدر احوله لسنتيمتر مكعب على الثانية في عشرة قصة تلاتة زي ما احنا شايفين كده المتر مكعب على الثانية لسنتيمتر مكعب على الثانية في عشرة قصة يعني لما اجي احول ملمتر مكعب للليتر يبقى انا كده بضرف عشرة قس تلاتة ولو بحول ملمتر مكعب للسنتيمتر مكعب بضرف عشرة قس ستة. كلام كويس جدا. طيب نجي بقى ناخد المسافة. المسافة بتتقاس عندي بالكيلو متر او بالمتر او بالسنتي. صح? على حسب. تمام? الكيلو متر في ايه? في الف متر. المتر في مئة سنتي. السنتي في عشرة ملي متر. حاجات بسيطة بس لازم ناخد بالنا منها. خلاص? المساح انا عندي هنا المتر مربع في عشرة قس اربعة سنتي متر مربع. انا عندي المتر مش فيه ميت سنتي. تمام? يعني عشرة قس اتنين. طب المتر مربع هيبقى عشرة قس اربعة سنتي متر مربع. تمام? ونفس الكلام عندي هنا في السنتي متر مربع للمتر اه للملي متر مربع. عند السنتي في عشرة ميلي يبقى عندي سنتيمتر مربع في عشرة قس اتنين او مية ميلي متر. تحولات درجة الحرارة زي ما قلنا عندي ممكن درجة الحرارة تبقى عندي بالكيلفن عندي بالفهرانهايدي عندي بالسليزيس لازم اعرف ازاي يحول من الكيلفن للسليزيس او العكس طبعا لو انا عندي درجة حرارة مقوية وعايز احولها بالكيلفن بجيب امسك المقوي زائد متين تلاتة وسبعين. اما بالنسبة للسليزيس او عايز احولها للفرنهايتي باضربها في تسع على خمسة واللي يطلع باضربه في اتنين وتلاتين. تمام? طيب. نيجي بعد كده عندي الدرجة الفرنهايت عايز احولها للسليزيس بعمل اف ناقس اتنين وتلاتين مضروبة في خمسة على تسعة. تمام? نيجي بعد كده تحولات القدرة. طيب. ده موضوع ده بقى موضوع مهم جدا. انا عندي هنا التن تبريد بيساوي تلاتة ونص كيلو واط. تمام? وكاتب جنبها ايه? ده انا كاتب جنبها قدرة حرارية. طيب ماشي اكمل? الكيلو واط في واحد واربعة وتلاتين من مية هورس باور. تمام? انا كاتب جنبها ايه? ده قدرة كهربية. تمام? الهورس باور فيه سبعمية وخمسين واط. كدرة كهربية برضو. ايه بقى الفرق? هيش كلها كدرة? ايه بقى الفرق بين الكدرة الحرارية والكدرة الكهربية? نخلي بنا الموضوع ده مهم جدا وفيه ناس بتتلغبط فيه. عشان كده قلت احنا في الحلقة ديت بنتكلم على حاجات اللي فيها نقاط ممكن ايه? نختلف فيها. يعني مثلا لو انا عندي جهاز تكيف. اعايز راح اجيبه لغرفة مثلا زي اللي انا قاعد فيها دلوقتي. هروح اجيب جهاز تكيف على اي اساس. واجيبه اقوله انا عايز جهاز تكيف قد ايه? هي دي بقى القدرة. انا عايز القدرة. بس انا عايز قدرة ايه? انا عايز قدرة حرارية ولا قدرة كهربية? طبعا جهاز تكيف انا عايز منه حرارة. يبقى انا دلوقتي بيتقاس بالقدرة الحرارية. تمام? تمام? خلاص انا عايز اروح اتشري جهاز تكيف لغرفة مثلا تلاتة فاربعة. تلاتة فاربعة. ارتفاعها مثلا تلاتة متر. اروح اجيب جهاز تكيف قد ايه? بالحسابات في حسابات بسيطة كده بنعملها. طبعا مش موضوعنا النهاردة. حسابات بسيطة احنا بنعملها. اجيب منها انا عايز جهاز تكيف للغرفة ديت قد ايه? تمام? طب. الوحدة بتاعت اللي انا بروح اشتري بيها. انا عايز جهاز تكيف للغرفة تلاتة فاربعة. تمام? زي ما اتفات قلنا دي اسمها قدرة حرارية. او ميكانيكية. قدرة حرارية. طب. القدرة الحرارية بتتقاس بايه? بص كده معي بقى. لاما بتتقاس بالطن تبريدي. او تتقاس بالكيلو واط الحراري. او تتقاس بالبي تيو. بريتش سيرمال يونت. بي تيو. وحدة حرارية بريتانية. يبقى انا دلوقت لاما بالطن التبريدي. لاما بالكيلو واط. لاما بالبي تيو. خلي بالك ان التن التبريدي ده اكبر حاجة. طب عايز احوله لكيلو واط. التن التبريدي الواحد في تلاتة ونص كيلو واط. اوضوع بسيطة. يبقى انا لو عايز جهاز تكيف. يبقى انا بتعامل بالقدرة الحرارية. تمام? بتتني تبريدي. كيلو واط بي تيو. والبي تيو زي ما قلت واحدة حرارية بريتش سيرمال يونت. تمام. طب ده بالنسبة لو انا عايز جهاز تكيف طبعا وحدة التن تبريدي وحدة كبيرة. عايز واحدة اقل منها يبقى الكيلو واط يبقى الواحد تن تبريدي فيه تلاتة ونص كيلو واط. تمام. طب انا عايز بقى بالبي تيو. اعلقت البي تيو بالتن تبريدي. الواحد تن تبريدي فيه اتناشر الف بي تيو. تمام? الواحد تن تبريدي فيه اتناشر الف بي تيو. عشان كده لما بروح اشيري الجهاز تكيف بلاقي مكتوب عليه لإما بالطن التبريدي لإما بالكيلو واط أو مكتوب عليه بالبيتيون معظم أجهزة تكيف مكتوبة عليها بالبيتيون أقل لحاجة ممكن تلاقيها 12000 بيتيون 12000 بيتيون اللي هو بيتقال عليه حصان ونص حصان ونص طبعا الحصان دي قدرة هنقول ايه قدرة ميكانيكية تمام او قدرة قهربية حصان ونص طبعا انا عايز بقى اتعلم زي ما احنا كان زمان في الدول العربية او بعض الدول العربية كان كل اللغة بتاعتهم بتعاملوا بالحصان انا الجهاز تكيف بتاعي انا عايز 10 حصان 7 حصان 5 حصان تمام بعد كده لما الغرب يتعاملوا معاهم وبدأوا يتعاملوا مع بعض باللغة بتاعت الدول العربية كان بيتعاملوا برضو بالحصان مع ان التعامل بالحصان يعتبر من الصح لها دي مش قدرة حرارية تمام مش قدرة حرارية بعد كده الموضوع اتطور اتطور جامد جدا بقى الدول العربية كلها دلوقتي بتتكلم بالطن التبريدي وبالكيلوات وبالبيتيو تمام بالبيتيو والكيلوات والتن التبريدي ده اغلب الدول بتتعامل كده ممكن احنا لسه دلوقتي بنتعامل بلغة الحصان وزي ما قلت احنا اللغة الصح اللي احنا هاتو تتعامل بالبيتيو او الكيلوات او بالتن التبريدي او ثن التبريدي دول. طيب انا بقى دلوقتي لو الحصان يعني مثلا بقول تكيف مسلا اتنشر الف بتو ده معناي حصان ونص يعني القدرة الا koşنما المتعامل دلوقتي اللغة بتاعتنا بنتعامل بقدة ببس المفروض الحين احنا بنتعامل مع بعض بقدر الجهاز تكيف اللي هي القدرة الحرارية اللي انا ايه محتاجة تمام احنا بقى لو ايه يو بقى بعد كده خلاص احنا كلمنا ع القدرة الحرارية خلاص. تعب قدرة الكهربية. تتأس بايه? عندي بالكيلو واط او موقع ايسها بالهورس باور. تمام? عندي نهوة الكيلو واط في واحد واربعة وتلاتين من مية هورس باور. الكيلو واط الواحد بيساوي واحد واربعة وتلاتين حصان. تمام. الحصان الواحد في سبعمية تقريبا سبعمية وخمسين واط. دي لو احنا بنتكلم قهربيا. لو عندي مسلا كمبريسور وعايز اجيبه انا محتاج اقيسه اقيسه بايه? لما الواحدة بتاعتي? لاما بالحصان او اقيسه بالكيلو واط الحراري. او الااسف الكهرابي. تمام? موضوع مهم جدا. وبنحتاج. تمام تيجي بص اديكم مسال عليه عشان موضوع ده مهم جدا. دي عندي هنا روزيت الجهاز سكيف. نبص كده مع بعض. عندي الساعة كلية المكننة. اللي هي ساعة التبريد. الساعة بقى اللي هي التبريد ده والساعة اللي هي الحرارية. في ايه? تلاتة واتنين وخمسين من مية كيلو واط. تمام? هنا بيجيب لي شدة الطيار. عندي هنا خمسة واربعة من عشر. لانو هستخدمته تبريد. عندي هنا الفيوز بتاعه خمس واشر امبياد. لانو ما فيش مشكلة فيه. تيجي الناحية التانية نبص كده مع بعض. بيقول لي ايه? القدرة الكهربية. القدرة الكهربية بتاعتي. الف مية واربعين واط. نخلي بالك يعني واحد واحد من عشرة واط. تمام? اه ايسف واحد واحد من عشرة كيلو واط. ايه ده? الساعة التبريدية. اكبر من القدرة الكهربية? اه. بص هنا بعد كده بيقول لك ايه? نسبة كفاءة الطاقة. تلاتة وتمانية من مية واط لكل واط. تمام? او عشرة ونص وحدة حرارة متانية لكل واط ساعة. اه. طب نجي بقى نفهم مع بعض الجزئية دي. نسبة كفاءة الطاقة دي معناها ان الطاقة النسبة بين القدرة التبريدية على القدرة ايه? القهربية. انا استفدت ايه? طبعا استفدت تبريد. يبقى عندي القدرة التبريدية. على انا اديت ايه? اديتوا ايه? اديتوا كهربا. يبقى على القدرة الكهربية. انا بقى دلوقتي نسبة كفاءة الطاقة. انا اديتوا كهربا قد ايه? ادياني قصدها قدرة تبريدية قد ايه. دي اسمها نسبة كفاءة الطاقة. طب تعالين كده نبص مع بعض. ونعدي النقطة دي. ونبص كده بقول لك الساعة التبردية كلية قلنا تلاتة واتنين وخمسين كيلوات. ماشي. عندي هنا القدرة الكهربية الكلية. الكهربية بقى واحد واربعتاشر من مية كيلوات. تمام. نسبة كفاءة الطاقة احنا قلنا ايه? المستفاد على المعتى. كلام كويس جد. ها. يبقى المستفاد ايه? هي الساعة التبردية. تمام? على المعتى بتاعي ايه? اللي هي القدرة الكهربية الكلية. طيب ايه بقى المستفاد? عندي هنا هو الساعة التبردية. تلاتة واتنين وخمسين من مية. على القدرة الكهربية اللي انا ادتها له كان واحد واربعتاشر من مية. اداني ايه? تلاتة وايه وتمانية من مية. شوف انا حسبتها? هي نفس الموجودة على الروزيتا بتاع الجهاز التكييف. حساب القدرة بيسوي ايه? الفولت في الانبير. تمام? طبعا اه عند هنا هيبقى ميتين وعشرين. في الانبير بتاعي خمس واربعة من عشرة. اداني الف مية تمانية وتمانين واط. اللي هي واحد وتمنتاشر مية كيلو واط. انا جيت حسبتها هو. ما انا مديني الانبير. ضربت في الفولت اداني واحد وتمنتاشر مية كيلو واط. اللي هي القدرة الكهربية اللي موجودة برضو على الروزيتا. خلي بالك. انا برضو عندي كزا قدرة. تمام? في عندي القدرة المستفادة وفي عندي لقدرة الظهرية. برضو لقدرة عندي حاجتين. برضو هندرسها مع بعض وهديكم مسالة عليها لاني نقطة مهمة جدا جدا. عندي الكدرة الظاهرية اللي هي بتبقى حاصل ضرب الفولت في الانبير. تمام? الكدرة المستفادة طبعا بيبقى عندي ملفات وعندي محرك والكلام دوت فيه عندي كدرة بتبقى كدرة مهضرة تمام? بشيلها وبالطالي انا بيطلع علي القدرة المستفادة بتبقى اقل من الكدرة اللي هي كلية اللي بتبقى موجودة. طبعا عندي مثال الموضوع دوت وهندرسه مع بعض. نكمل كده مع بعض. نخش بقى على تحولات الدهوط. حاجات بسيطة جدا زي ما قلت ان الحلقة مهمة لفئة جديرة جدا. ما تفرقش بقى انت في سنة اولة في سنة تانية في سنة تالتة. كملت اه مسلا في كلية في مقهة مخلص. حاجات مهمة مفروض بتبقى الداتة دي معك. عند هنا البيئة لو الضغط الجوي بيسوي اربعتاشر وسبعة من عشر بي اس اي. عند الضغط الجوي برضو بيسوي واحد وتلاتاشر من الف بار. عند الضغط الجوي بيسوي واحد وتلاتاشر من الف فعشر قصة خمسة باسكال. تمام? البيئة اتماسفير لو الضغط الجوي بيسوي مية واحد وتلتمية خمسة وعشر من الف كيلو باسكال. وقدر احوه من البار للباسكال وهكزا من البي اس اي للكيلو باسكال لحد الميجا باسكال فيها عشر قصة ستة باسكل. مجموعة التحولات مهمة جدا. انا كطالب او مهندس او فني. الدي دي بتبقى معي. وفي برامج بتبقى موجودة على الموبايل وموجودة على جهازة الكمبيوتر اللي انا اقدر احاول. يبقى البرنامج ده لازم يكون معاك جدا. ولازم يكون انت عندك خلفية. يعني هو البي اتماسفير هو الاكبر ولا البر ولا بي اس اي. طب الباسكل اكبر ولا البي اس. لازم ابقى عارف الكلام ده وعارف مين اكبر كده اه بالفهم. تمام? طبعا مش هتقدر تحفز الكلام ده كله. الموضوع التكنولوجيا عادة مهمة جدا. معايا برنامج على الموبايل بيبقى فيه تحولات مسلا تحولات القدرة تحولات القدرة القتلة كل حاجة موجودة معايا. بس انا فاهم. وفاهم دوت معنا ايه? وده اكبر ولا اصغر? مجرد لنا فاهم مجرد لنا استخدم التكنولوجيا. يبقى انا كده استخدمتها. صح? نبص مع بعض. ناخد بقى بعض القوانين اللي احنا بنحتك بهم. على مر فترات التعليم. في قوانين احنا بندرسها. المفروض القوانين ديت لازم تكون فاهمها كويس جدا. بتحتك بيها كتير جدا. لازم ابقى عارف القانون. الرمز بتاع الحاجة اللي انا شغل بيها. الوحدة بتاعته. قدم اضرب ده في ده او اقسم ده على ده. اقدر اطلع الوحدة النهائية كام? لازم يبقى عندي فكرة بالموضوع ده. واحتاج بالقوانين دي. ناخد مع بعض اول قانون حاجات بسطة جدا. بتاع نبص كده مع بعض. عندي اول حاجة قانون الكتلة. الكتلة بيساوي الحجم على الحجم اللي ايه نوع. بتاع نبص كده مع بعض. عندي هنا الكتلة. الوحدة بتاعتها كيلو جرام. الرمز بتاعها ام. تمام? الام اللي هي الماس. خلاص. بعد كده عند الفي. الفي عند نهية اللي هي بتاع الحجم بالمتر مكعب. اللي هو الفوليوم اللي هو الحجم. متر ايه مكعب. طب الحجم النوعي نبص كده مع بعض. الحجم النوعي هتلاقي الشرطة دي مكسورة كده في الاخر. متر مكعب لكل كيلو جرام. specific volume. الحجم النوعي. لو انت جيت عملت متر مكعب على متر مكعب لكل كيلو جرام. المتر مكعب هتروح مع المتر مكعب تديني الوحدة ان هي هنا بالكل كيلو جرام. حاجة بسيطة بس لازم نكون ايه فاهمين. برضو الكتلة بيساوي الحجم في الكسافة. تمام? الحجم في الكسافة. طبعا الحجم احنا عارفينه قلنا بالمتر مكعب. اما بقى الكسافة اللي هي الرو الوحدة بتاعتها كيلو جرام لكل متر مكعب. لو انت دي ربط عندك هنا متر مكعب في كيلو جرام لكل متر مكعب تديني الوحدة برضو كيلو جرام. ناخد بعد كده عندي الحجم النوعي هو معكوس الكسافة. الكسافة احنا قلنا هنا عندي ايه? بالكيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى الحجم النوعي متر مكعب لكيلو كيلو جرام. يعني انت لو جالك المسألة فيها كسافة وانت عايز الحجم اقلب بالكسافة على طول واحد على الكسافة يديني الحجم النوعي تمام نجي بعد كده اه عندي هنا بقى معدل التدفق الحجمي طبعا احنا عارفين الحجم المتر مكعب ولما دم قلت معدل يبقى عندي متر مكعب على الثاني طبعا بيسوي ايه بقى معدل التدفق الحجمي بيسوي ايه بيسوي المساحة في السرعة المساحة في السرعة انا عندي المساحة ادي ايه المساحة عندي بالمتر مربع والسرعة متر على الثاني اضرب متر مربع في متر على الثاني ادينا متر مكعب برساكت اخر حاجة عندي الام دوت هو معدل التدفق الكتلي كيلو جرام على الثاني مدام قلت كتلة يبقى كيلو جرام على الثاني وفيها معدل تمام غير لما جيت بقولي هنا هوات ايه معدل لتدفق الحجم كان ايه الحجم قلنا متر مكعب وقلنا في الاول قلنا معدل يبقى متر مكعب على السن. طب امن دوت التي هي الوحدة في كيلو جرام عالثانية بيتسوي ايه؟ الام في الاس في الرو. طب الام بالمتر مربع السي اللي هي السرعة وانتر عالثانية. الرو عندها كيلو جرام بأيه比ر متر مكعب. هادرة ايه الكيلو جرام على الثاني. من القوانين المهمة اللي احنا برضو بنحتك بيها في الكهرباء. قانون قوم. قانون قوم مهم جدا. المسلس ده لو انت ببسط عليه كده. في اي ار. هنا من خلال المسلس ده ما معناه بقول لك هنا ان الفولت بسوي حاصل ضرب شدة الطيار اللي هو الاي في المقاومة اللي هي الار. تمام? هنا برضو لو عايز تعكس وعايز الاي هتساوي الفولت اللي هو الفي على الار. يعني من المسلس ده لو انت فهمته عرفته قانون اوم. يعني باختصارا قانون اوم. الفولت حاصل ضرب بيساوي حاصل ضرب شدة الطيار في المقاومة الكهربائية. تمام? لو ضربت اتنين ده في واحد يديكيه الفولت. طبعا لو عايز شدة الطيار بيؤدي الار دي ناحية تانية مقسومة يبقى بتساوي الفي على الار. ونفس الكلام لو انا عايز الار بيساوي الفي على الار. موضوع بسيط جدا بس لزيز. العلاقة بين المقاومة وشدة الطيار. عند هنا الاي بيساوي الفولت على على ايه على المقاومة. يبقى هنا العلاقة بين المقاومة وشدة الطيار. المقاومة ايه علاقة ايه علاقة عجسية. content ki do is current كل مقلة المقاومة زي ده شد الطيار. طب داخد مثال وبسيط كده على الموضوع ده. بولي دايرة كهربية بسيطة. تحتوي على مصباح مقاومته الفين وربعمائة اوم. طبعا او ما بشوف اوم ديت ببعرف على طول دي مقاومة. تمام? على مصباح قال لك الفين وربعمائة اوم مسلا ما قال لك شو المقاومة. يبقى انا عارف ان الارد بسوي الفين وربعمائة ايه اوم. مغزي بجهد مية وعشرين فولت. لا حتى ما ما قال لكش جهد. مدام قال لك مية وعشرين فولت او ما شفت الفي. يبقى دوت ايه? الفولت بتاعي. قوة كيمة الطيار الكهربائي في الدائرة. نبص كده اول حاجة حط الداتا بتاعتي. اول حاجة ايه? عندي هنا المقاومة بسوي الفين وربعمائة اوم. صح? وبعد كده الفولت مية وعشرين فولت. انا عارف قانون اوم. الفي بسوي الاي في الار. طبعا? عندك الفي وعندك الار. يبقى انا احتاج شدة الطيار او اللي هو عايزه. يبقى الاي بسوي الفي على الار. هسوي مية وعشرين على الفين وربعمائة. خمسة من مية امبير. لازم ابقى عارف شدة الطيار بتتأس بايه? بالامبير. زي ما احنا قلنا احنا بنرجى مع بعض. عندنا بقى موضوع مهم جدا بسيط. الموضوع بسيط. وكله بيسهي في الموضوع ده. توصيل المقاومات. توصيل المقاومات عند طريقتين. لما بيتوصلوا مع بعض على التوالي. لما بتوصلوا مع بعض على التوازي. طيب. في الحالة ديت بيختلف. في حاجات كتير بتختلف. الفولتو وشدة الطيار. بتختلف مع الطريقتين. يعني ايه وصلت توالي وتوازي. يعني مسلا لو عندي مسلا. لمبتين. جبت لمبة ولمبة. الاتنين وصلتهم مع بعض. توالي. زي ما هوصلوا من الاتنين مع بعض توازي. لا طبعا الموضوع يختلف كتير جدا. بكل بساطة. في حالة لو انا وصلت مسلا المقاومتين دول او مسلا قلنا اللمبتين دول وصلتهم مع بعض على التوازي. تمام? كل واحدة بيبقى ليها شد الطيار. وكل واحدة ليها مقاومة بتاعتها. بس الاتنين بياخدوا فرق جهد واحد. اللي هو المصدر بتاعي. يبقى المصدر بتاعي ثابت. ولكن عندي شد الطيار المقاومة الاولانية. غير شد الطيار المقاومة التانية. تمام? لو احنا جبنا لمبتين مختلفتين عن بعض. تمام. طبعا دي لها مقاومة. وديت لها مقاومة. طب. لو انا غيرت الدايرة بتاعتي. بدل ما هي متوصلة مع بعض على التوازي. وده اللي بتوصل فيها البيوت كلها. وكل حاجة بتالدنيا بتتوصل بالتوازي. طبعا غيرنا ووصلنا اللمبتين دول مع بعض على التوالي. في فرق? اه في فرق. ايه اللي هيحصل? هل الفولت الميتين وعشرين فولت? اللمبتين هياخدوا نفس الميتين وعشرين? لا. الفولت هنا هتقسم على الاتنين. واحنا جايبين مسال كويس جدا للموضوع ده. يبقى الفولت عندي هتقسم على الاتنين. طب بالنسبة شد الطيار ده ليها شد الطيار وليها شد الطيار? لا. الاتنين لهم شد الطيار واحد. ليها شد الطيار الكل الموار في الدايرة. اه كل واحدة لها مقاوم. تمام? اما الفرق الجهد قلنا الفرق الجهد الكلي لو الميتين وعشرين هتوزع على الاتنين. طب هيتوزع بناء انا على ايه? ده بقى اللي احنا هنتكلم عندي دلوقتي. تمام? يبقى الفولت هتقسم على الاتنين. طب لو جيتها شد الطيار هنا هلاقيها نفس الشد الطيار هنا هي نفس الشد الطيار الكل الموار في الدايرة. طب تمام. عندي بقى ايه? النقطة اللي احنا هنتكلم فها دلوقتي? المقاومة كلية. اش احنا قلنا دي لها مقاومة ودي لها مقاومة? اه. تمام? دي لها مقاومة ودي لها مقاومة. طب المقاومة كلية اللي موجودة في الدايرة ديت. هتساوي ايه? في فرق بقى. انت موصل التوالي ولا انت موصل توازي. لو انت موصل اللمبتين دول او المكاومتين دول مع بعض. ما اللمبة دي مكاومة. تمام? لو انت موصل المكاومتين دول مع بعض على التوالي هي المكاومة الكلية بيساوي مجموع اللمبتين دول. بيساوي مجموع المكاومة الاولانية زائد المكاومة التامية. سهلة خالص ما فاش اي حاجة. تمام? يبقى المكاومة الكلية في حالة التوالي بيساوي مجموع الاتنين. طيب. في حالة التوازي. المقاومة الكلية اجايب لك انا القانون بسيط جدا. بيقول لك ايه? بدل ما تقعد بقى ايه نعض ونحسب وكلام ده? لا. هقول لك واحد على شرط الكسر. واحد على المقاومة الاولانية زائد. واحد على المقاومة التانية زائد. واحد على المقاومة التالتة. وهكزا لو انت عندك الف مقاومة. تمام? مقاومتين متواصل مع بعض على التوالي دي يساوي دي زائد دي. موضوع بسيط جدا. طب تعالى بقى ندرس مع بعض. ونبص ونشوف القانون هنا والقانون هنا. لنبناء عليه هديك مثال دلوقتي. حلو قوي. على موضوع المقاومات وعلى موضوع الفولت وعلى موضوع شدة طيار وتوصيل اللمبتين او المقاومتين دول مع بعض على التوالي. وفي حاجة كده عايزين هسأل فيها ونشوفها مع بعض الاجابة فيها. نبص مع بعض بقى عندي هنا توصيل مقاومات وحنا قلنا فيه توصيل على التوالي فيه توصيل على التوالي. تمام? دي توصيل على التوالي. ادي لمبة اللي هي مقاومة وراها واحدة وراها التالتة وهكذا. ده مصدر ليه? الجهد. خلاص? انافس الكلام هو مقاومة التانية التالتة. نخلي بقى انا هنا هنا في مقاومة وهنا مقاومة وهنا مقاومة. دي لها فولت وليها فولت وهنا فولت. يعني الفولت الكلي هتوزع على التلاتة. يبقى الفولت الكلي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة. اما بقى هنا عند المقاومة كلية بيساوي مجموعة المقاومات ار واحد زائد اتنين زائد ار تلاتة. موضوع بسيط. شدة الطيار في الدارة دي كلها سبت. اس هنا زي اس هنا زي اس هنا هتلاقي شدة الطيار ايه كونستانت سبتة. اما الفولت بتوزع على التلاتة. طب كواهي. ستاخد في فرقة احصل؟ اه في فرقة يحصل. نبص كده. رفق رفق العز aren't are 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 three. كل واحدة من دي اللي هاشد الطيار. مختلف عن الثاني. تمام؟ اما دي لها شد الطيار, ودي لهاشد الطيار ودي لهاشد الطيار. تمام؟ اما فرق الجهد ثبت على التلاتة. اللي التلاتة يا مصلا اما فرق الجهد الكل هنا عندي ميتين وعشرين. دي هتاخد ميتين وعشرين ودي متين وعشرين ودي متين وعشرين. تمام? تعال بقى نبص كده مع بعض. عندي الفولت زي ما احنا قولنا. فولت هو اللي ثابت غير التوالي. تمام? عندي هنا شدة طيار كلي. طبعا هنساوي. شدة طيار الاولاني زائد الثاني زائد الايه التالت. احنا قولنا التوصيل عندنا كله توازي. طيب. نجي بقى واحد عال. واحد عالمكاومة كلية. بسواها واحد عال ارون زائد واحد عال ار تو زائد واحد عال ار سري. او ممكن اقول بقى بطريقة سهلة جدا. واحد على شرط الكسر اللي انا اتكلمت عليها من شوية. واحد على المقاومة الاونية زياد واحد على المقاومة التانية زياد واحد على المقاومة ايه تالت. طبعا لو انا استخدمت دي دي سهلة مفيش مشكلة بس القيمة اللي الناتج بتاعها في الاخر هوم ايه الواحد على المقاومة ديت عشان اجيبي الار توتل لوحدها. لدي واحد على ايه توتل. تمام? طيب نبص كده. لو انا عندي لمبتين او هنقول بقى ايه اربع مقاومات مع بعض. في عندي اتنين متواصل مع بعض على التوالي وفي عندي اتنين متواصل مع بعض على التوازي. انا ايه? تعالي احسب بقى كده. شوف بقى ايه? المقاومة الكلية. دي مهمة جدا. المقاومة الكلية بتسوي ايه? عندي هنا. ناخد بقى الاتنين مع بعض على التوازي دول الاول. نخلص منهم. احنا على فين التوالي دول? بنجمحهم زياد بعض. تمام? والاتنين دول هختصر الاتنين دول في مقاومة واحدة. يبقى المكومة ديت على التوالي مع الاتنين دول. يبقى عندي ثلاث مكومة ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ديت اختصار للاتنين اللي مع بعض دون. تمام? ممكن يبقى دول اتنين. ممكن يبقى اربعة. ممكن يبقى خامسة. يبقى نعمل ايه هنا؟ هزود هنا بس. تبقى لاحضة على ار سري زايد واحدة على ارفور دول. تمام? زايد بقى التوالي بقى مع بعض. تحط على ار وزايد ار ايه ار ون. طبعا يعني كده ناخد تمرين بسيط على الموضوع ده. احسبوا المقاومة الكلية لمجموع المقاومات الاتية. عنده اربع مقاومات. موضوع بسيط. طبعا انا عملت ايه? انا خدت الاثنين دول زي ما هما نزلتهم. والاثنين دول اختصرتهم في واحدة. جبتها ازاي? اهو. بص كده مع بعض. الار توتل بيساوي واحد على مية وخمسين زائد واحد على تلتمية. دي طبعا هتعمل المعادلة ديت هدك هنا ايه? مية. تمام? ديت مية. ودي عندي تلاتين ودي عشرين. يبقى مية زائد تلاتين زائد عشرين. يدينا عندي مية وخمسين اون. طيب. ناخد واحدة تانية. احسن المقاومة كلية للمقاومات ديت. ايه دي? دي انا عندي هنا اتنين على التوالي. اتنين هنا على التوازي. وهنا تلاتة على التوازي. ده نتوصل مع بعض على التوالي. تمام? يبقى عاملها كحاجتين. والاتنين مجموعين على بعض. بحيث اعمل ديت كمقاومة وهنا كمقاومة. تمام? نجيب هنا الاولانية. هنا هتبقى واحد على تلتمية زائد واحد على تلتمية زائد واحد على تلتمية وحطهم هنا في الايه? في المكان. زائد. ناخد دي. ها واحد شوطة الكسرة على واحد على ربعمية زائد واحد على ربعمية. اعمل دي الواحدها ودي الواحدها تلاعي ديت مية وديت ميتين يديني في الاخر تلتمية اوم. تمام? نبص كده مع بعض تنفيذ دوائر التوصيل طبعا دي احنا اخدناها في الصف الاول ازاي اوصل اللمبات على التوالي ولا على التوازي طبعا توصيل اللمبات على التوالي زي ما احنا شايفين كده ادي الكهربا للمبة الاولانية ومن الاولانية للتانية ومن التانية ارجع لمصدر ايه التواصيل على ايه التوازي اما التواصيل على التوازي بكل لمبة تاخد طرفين كهرباء. ادي طرف وادي طرف. وهنا نفس الكلام طرف وادي طرف. تمام? ده نفس اللي احنا بنشوفه هنا هو دي تنفيذ الدايرة ديت. حاجة بسيسة جدا. فاش اي حاجة. شفت اللي عالتوالي. خلي بلك ان التواصيل عالتوالي في مشكلة. لو واحدة فيهم حصلت مشكلة فيها او اتحرقت. كده خلاص. مش هتوصل للامبة الايه? التانية. تمام? تعال بقى نشوف ايه اللامبة الفروسنتي فيه ناس كتير بتصع عليها ازاي بتتوصل. تمام? عند التوصيل هاي? وعند ايه? عند اللمبة وعندي الدواية وعند الاستارتر وعند الترانس وعندي مصدر كهرباء ممتين وعشين فونت. الدواية هناcription هنا ها ان هو على finansك واسم تهجده تطرفيين. تمام? اخد طرف منها وهنا طرف من ناحية التانية. ووصله بالايه بالاستارتر هنا عنديóstين او طرفين. اووصل واحدة هنا وواحدة هنا بسيطة. بسيطة اواخت بقى الطرف الاولان او طرف التاني من الدواية ديت. عاو مدينة مصدر تاريك الكهرابي. والطرف التاني اروحها دي هلأ بس اعدي على الترانس الاول. يبقى انا دخلوا على ترانس ومن الترانس دخلوا على الدوائل. توصولها سهلة وما فيهاش اي حاجة. اه. نيجي بقى موضوع مهم جدا بقى وده السؤال اللي احنا كنا ايه? عايز اسأل فيه. احكونا بنتكلم دلوقتي في التوصيل على التوالي وبنتكلم في التوصيل على التوازي. طب دوة هيفدني بايه? برضو احنا لازم نحتاج بالواقع والنحية العملية. طبعا دي ملهاش بقى انت في سنة اولة في سنة تانية فخلصت انت بشغال. يعني دي برضو مهمة جدا في سوق العمل والناس اللي شغالة في السوق. لو انا عندي لمبتين. واحدة ميت واط والتانية ميتين واط. تمام? ووصلت اللمبتين دول مع بعض على التوالي. هل فيهم واحدة تشتغل وتانية لأ? ولا الاتنين هيشتغلو? طب ولا والاتنين اشتغلو? الاتنين يديني نفس الاضاءة? ولا الاضاءة تبقى مختلفة. حل بالك. ديت ميتين واط. يعني فيهم واحدة اكبر من التانية. يعني مفروض الميتين واط ديت اضاقتها اعلى من ميت واط. كل ما الواط بيزيد. قدرة دي بيزيد. كل ما كانت تديني اضاءة اعلى. كلام كويس مفيش مشكلة. هل الاجابة على السؤال بتبقى بالسهولة ديت. ان اللمبتين واط. لو فرضنا الاتنين هينورو والاتنين هيشتغلو. اللمبتين واط هي اللي تديني اضاءة اعلى من ميت واط. نفكر في الموضوع دو واط. ثلاث ثواني. ها. هل الاجابة تبقى الميتين اعلى من المية? الاجابة بتاعتي مش عايزنا اجابة كده وخلاص. تعال نشوف بالقوانين وبالحسابات الكدرة تطلع الميتين واط ولا الميت واط مين يديني فيهم اضاءة اعلى. مش هنتكلم فيها الا بالحسابات. اول حاجة لو احنا بنتكلم على لمبتين متوصلين مع بعض على التوالي لازم اكون عارف وفاهم ان في حال توصيل المقاومات على التوالي ان الفولت بيتقسم على ايه? الحاجات الميتوصلين مع بعض على التوالي. انت عندك لمبتين? اة. الميتين وعشرين لو انت مستخدم فولت متين وعشرين. الميتين وعشرين هتوزع على المبتين. دي هتاخد وديت هتاخد فولت. طب مين اللي هتديني اضاءة اعلى? الميتين واط ولا الميت واط? طب في البداية اول حاجة هعملها? هجيب المقاومة. مقاومة الاولانية كام? ومقاومة التانية كام? تمام? عشان تساعدني في موضوع الحسابات. طب تعال بقى نخش مع بعض كده ونحسب ونسبت لنفسنا اي وحدة تديني شدة اضاءة اعلى. نبص كده مع بعض. نبص كده مع بعض اول حاجة هستخدمها في الموضوع دوت قانون اوم. الفولت بيساوي. هاصل ضرب شدة الطيار في المقاومة. طب قانون ايه كمان هشتغل عليه? هستخدم قانون قدرة. البي بيساوي الفي في الاي. تمام? نيجي مع بعض كده هاخد اللمبة الاولانية ديت اكينا هوصلها الوحدة. اللي هي ميت واط. نبص كده مع بعض. انا عارف ان شدة الطيار بيساوي القدرة على الفولت. اه. انا عندي القدرة كام? بنرجع كده تاني. عندي القدرة هنا. اللمبة الاولانية. عندي كام? ميت واط. الفولت بتاعي احنا قلنا متين وعشرين. طب تمام. هاتي اللي وراها. المقاومة. عايز اجيب المقاومة. المقاومة احنا بيساوي ايه? زم احنا هون? المقاومة هاتساوي الفولت على الامبير. تمام? الفولت على الامبير. الفولت عندي متين وعشرين. شدة الطيار كام بقى? انا لسه جايب اهو. خمسة وربعين من مية امبير. يمانا اجينا جبت المقاومة الاولانية كام? بتاعت الميت واط? ربعمية تمانية وتمانين اون. جبتها? اه. نخش بقى اللمبة التانية. عندي هنا القانون هنستخدمه. عندي شدة الطيار? بي اتنين على في. تمام? البي اتنين اللي هو القدرة التانية. ميتين واط. على الفي اللي هي متين وعشرين فولت. تدي لي تسعين من مية امبير. جبت شدة الطيار? ماشي بقى. روح بقى وعطل المقاومة. ها المقاومة. المقاومة بتسوي ايه? ايه? على شدة الطيار. الفولت ما هو متين وعشرين. شدة الطيار ما انت لسه جابوا ايه? تسعين من مية. ادياني ميتين اربعة واربعين ايه? قوم. جبانا كده? استفدت ايه? انا من اللي انا اشتغلته من شوية جبت عندي المقاومة اللمبة الاولانية وجبت المقاومة اللمبة التانية. صح كده? تمام. الحد لوقتي لسه معرفش من اللي هتقيد اكتر. طب بتاع نكمل كده حساباتنا مع بعض? في حالة توصيل المقاومات على التوالي. في المقاومة كلية بيساوي ايه? بيساوي مجموع الاولانية زائد مجموع التاني. ها ده كلام كويس. اعمل بقى كده هاتل المقاومة كلية. بيساوي زائد ايه? هيبقى ربعمية تمانية وتمانية زائد ميتين اربعة واربعين هيديني سبعمية اتنين وتلاتين ايه? يبقى ده المقاومة كلية اللي موجودة عندي في الداير. طيعت. قانون اوم بقولك ايه? بيساوي عندك المقاومة كلية وعندك الكلية هاتشدة قيمة الطيارة الكلي. بيساوي ايه? عالتaient هايديني عندي من هنا تلاتة من عشرة انبير. جبت الايه? الانبير الكلي. اللي موجود فين? في دائرة كلها. تقس الانبير هنا تقسوا هنا تقسوا هنا هو الانبير سابت في حل التوصيل على الايه? التوالي. طب تعال لها كده مع بعض بقى. نجيب الفولت اللي هتاخده المقاومة الامرينية. نجيب الفولت اللي هتاخده المقاومة التانية. الفولت بيساوي ايه? اي فار صح? الاي عندي منها سبته تلاتة من عشر في المقاومة الاولانية ايه اربعمية تمانى وتمانين. ادي داني كام? مية سبعة واربعين ايه فولت. يبقى عارفة الفولت بتاعي الايه هتاعته مقاومة الاولانية مية سبعة واربعين ايه فولت. ممكن استخدم التانية بالمعادلة وممكن اقول اسعي ميتان وعشرين قسمية سبعة و partager اي واحدة من اتنيين ما انعرف ان يتنين مجموحهم ايه متين وعشرين. يبقى عنده ال V Mais بيساوي الاي في الارتو هيبقى 3 من 10 في 244 اللي هي المقاومة التانية اديتني 73 فولت ايه الكلام ده يعني القدرة الميت واط خادت فولت 147 والقدرة 200 واط خادت فولت 73 فحال توصيلت ندول مع بعض على التولي ايوة ولو جيت جماعة 147 زائدت 73 هيديك تقريبا 220 فولت طب يحسب الباور بقى القدرة بتاع دي بقى دلوقت هتبقى كام نبص كده بي واحد هساوي ايه في واحد في الاي الاي بها سبتة 3 من 10 الفي 147 اديتني 44 واط اربعة واربعين واط طب هتبقى التانية هيبقى في اتنين في الاي الاي اللي هي سبتة 3 من 10 اديني 21 و 9 من 10 واط بصي القدرة دي قدي وكتر دي قدي ادي يعني دي كانت 100 واط دلوقت هتشتغل على الاربعة واربعين واط ودية 200 واط واحد وعشرين وتسعة من 10 واط يبقى في حالة توسيل لمبتين على التوالي صاحبة القدرة الاقل هتاخد فولت اكبر وبالتالي تبقى القدرة بتاعتها اكبر يعني شدة اضاءة اللامبة الاولانية اللي هي الميت واط هتبقى اكبر من شدة اضاءة اللامبة يعني كده اختصارا اللي انا قلت ده كله في حالة توسيل مكاومتين مع بعض على التوالي قلني القدرة اللي اعلى القدرة اللي اعلى هتديني اضاءة اقل ليه؟ اللي احنا قلنا مكاومت القدرة الاقل بتبقى مكاومتها كبيرة بيبقى الفولت بتاعها اكبر يبقى في حالة توسيل مكاومتين مع بعض على التوالي القال اللي فيهم مكاومتها بتبقى اكبر وبتاخد فولت اكبر ولي بياخد فولت اكبر هو ده اللي بيديني شدة اضاءة اعلى يبقى اجابة السؤال اللي احنا لسا ذكرينه حالة توسيل المكاومتين مع بعض على التوالي ميت واط وميتين واط القدرة اللي قال هي تديني شدة اضاءة اعلى وده احنا سبتناها مع بعض بخش مع بعض بقى في موضوع تاني عندي الماكرو ميتر طبعا انا بحتاج في موضوع الكياسات الكياسات الدقيقة بحتاج عيس مش بالملة انا عايز اقيس جزء من الملة لو انا عندي حاجة مثلا حاجة معدنية بقطر قليل جدا وعايز احسبه بالزبط يعني مش عايز اقول مثلا اتنين ملة لا ده انا عايز اتنين ملة وكام من الملة تمام؟ في حاجة اسمها الاكيوروسي بقى اللي هي الدقة دقة الماكروميتر او دقة القدمة اللي هي بقيسه الابعاد اللي هي زغرة جدا مطلوبة جدا انا بقيس كام من مية او كام من عشرة من الملي متر حتى كده هتلاقي مكتوب مسلا على الماكروميتر الاكيوروسي بتاعها مسلا خمسة من مية واحد من عشرة بمكتوب الاكيوروسي اللي هي الدقة بتاعها يقدر تقيس لحد قد ايه هو مش مكرو ميتر وخلاص ولا ادم وخلاص لا بيبقى حاجة زيادة كمان الاكيورسي او الدقة دكته قدي ايه عشان اقدر احسب الابعاد بالزبط ماقولش والله دي تلاتة ميلي وشعرة تلاتة ميلي وحاجات بسيط لا تلاتة ميلي وكامل الميلي تمام ده بقى المطلوب اللي انا عايز احسب الابعاد دي تمام نبص مع بعض وهندي مثال ونحاول نيقص مع بعض ونطلع الايه الدقة بالزبط نبص كده مع بعض اه دي شكل الميكرو ميتر نبص كده الاكيورسي بتاعتي في حاجات بتبقى واحد من الف ميلي متر واحد من الف دي يعني كيما ايه كبيرة جدا زي ما احنا شايفين هو في منه حاجات نيجيطال كمان يعني ده بيقولك سبعة ميلي وسبعمائة خمسة وخمسين من الف يعني رقم رقم رهيب رقم رهيب جدا يعني هنا في عندي واحد من الف ميلي متر في واحد من مية ميلي متر وفي واحد من عشر ميلي متر طبعا اعلى اكيورسي اعلى دقة اللي هو جايب الواحد من الف من الميلي متر دي شكل الميكرو ميتر بالشكل ده نخلي بالنا هنا طبعا بحط الحاجة اللي انا عايزة قسها هنا وما هنا عندي هنا حاجة بيثبتلي الكلام ده بيثبتلي المعيار ده وببدأ هنا اقرأ في الجزء ده. تمام? طبعا ناخد مثال دلوقتي ونقص فيه. تعالك هنبص مع بعض. انا جيت است المسافة دي. وديتني عايز بقى ايس يعني عايز بقى احسب بقى. نبص كده مع بعض. عندي هنا الشورة ديت كل شرطة من دي بميلي. تمام? الشرطة اللي بين دي ميلي دي دي زيرو ميلي دي واحد ميلي اتنين ميلي. طب فيه شرطة بين الاتنين. دي النص. يعني هنا لو انا واقف عندي دي اقول نص ميلي. طب انا واقف عندي دي واحد ميلي. وهكزا. تمام? هنا خمسة. اللي بعدها ديت نص. اطلع بقى اللي فوق ست سبع تماني. اللي شرطة اللي تحت بنص. خلاص يبقى انا كده عرفت الميلي والنص ميلي. تمام. هاجي بعد كده بقى اشوف هنا. هل ده واقع على الخط بالزبط? ده هنا واقع على زيرو? يبقى خلاص انا اجاب الكيمة بالزبط. طب هنا اقار كيمة كده مع بعض. نبص كده. خمسة ميلي عشر ميلي خمستاشر. ها ستاشر سبعتاشر ميلي. وهنا واقف عندي زيرو يبقى الكيمة بتاعتي سبعتاشر ميلي. وهنا عندي اكتب على طول سبعتاشر زائد سفر. طبعا هنا واقف عندي سفر بالزبط. يبقى عندي هنا سبعتاشر ميلي. يبقى كده است بطريقة بسيطة جدا وسهلة. تعال ناخد ايه? الدي منشان عندي هنا وسبعتاشر ميلي. طب ناخد المسال كمان على الموضوع ده. عندي عايز ايزي. تمام? تعال نبص كده مع بعض. ادي زيرو. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. ادي خمسة. ادي ستة. ادي سبعة. ونص. يبقى اول حاجة اكتبها. ها? سبعة ونص ملي متر. طب نكمل بقى بقى مع بعض. ايه تاني? نبص هنا بقى مع بعض. اجيب الشرطة دي. دي بكم? خمستاشر من مية ميلي. تمام? ادي خمستاشر. ها? الشرطة بعدها بستاشر. تمام? اعف عند الخط ده. واجيب الشرطة اللي قبلها. ما نقولته هو? ستاشر. يبقى سبعة ايه يبقى عندي هنا سبعة وخمسين من مية زائد عندي سبعتاشر من مية. يديني ادي ستاشر من مية زي ما انا قلتم بالوقتي. ستاشر مية. اجمع دي زائد دي. يديني سبعة وستة وستين من مية ملي متر. يبقى ده منشن سبعة وستة وستين. بسيطة خالص. تعالى ناخد واحدة كمان. عندي هنا. اه. عندي هنا. ادي زيرو. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. تلاتة. ونص. يبقى اول حاجة بكتبها عندي. تلاتة وخمسين من مية. اهو مكاتب كده. اعلمت اهو. اهو مكاتب تلاتة وخمسين من مية. ده كلام كويس جد. طب ماشي. تلاتة وخمسين مية. اكمل بقى. ماشي. نبص هنا. على عيزة اجيب الشرطة دي. الشرطة دي بكام? نبص هنا دي عندي اربعين. واللي بعدها واحد واربعين. يبقى اكتب كده واحد واربعين من مية. يبقى تلاتة وخمسين من مية زائد. عندي هنا الشرطة دي. اللي هي بواحد واربعين من مية. تديني هنا بقيمة بتاعت بايه? تلاتة واحد وتسعين من مية ملي متر. تمام? سهلة جدا. وما فاش اي حاجة. دايمينشن تلاتة واحد وتسعين من مية. تمام? القدمة زائدها الورانية. موضوع القدمة نفس الكلام ونفس الشغل بتستخدم في قياس الابعاد الدقيقة. بقيس اعدى رئيس البعد الداخلي واعدى رئيس البعد الخارجي. وكمان اعدى رئيس بيه العمق. يعني لو عندي مثلا حاجة اقدر رئيس بيها العمق. اه اقدر رئيسها بالقدم ذات الورانية. عندي مثلا اه حاجة اه مستطيلة او عندي استوانة. استوانة بتبقى اكتر صغيرة جدا. وعايز اجيب القطر الاستوانة دي بطريقة ايه? يعني مزبوطة. يعني بقولك زي ما بقولك ايه? اربعة ملي وي. لازم تقول اللي وي دي ادي ايه? تمام? جزء من الملي. وطبعا عندي هنا الاكيوريس بتاعتي. الاكيوريس بتاعتي اللي هي الدك. انا بستخدم الدكة بتاعتي ادي ايه? هل هي من عشرة او واحد من عشرة ولا واحد من مية ولا واحد من الف. ان في حاجات بتوصل لواحد من الف من ملي متر. يعني حاجة يعني كويسة جدا. تمام? تمام? ايبا موضوع الادمة اه موضوع مهم. بنستخدمه بعض الفنيين في كياس الابعاد. الابعاد الدقيقة. خدنا اه القدمة ذاتة الورانية. برضو محتاجة ادي عليها شوية امثلة. هنخليها في حلقة تانية. ايه وحنا النهاردة درسنا بعض المواضيع. بعض المواضيع المهمة جدا. بنحتك بيها في الناحية العملية. بنحتك بيها في الناحية المهمة. ودينا امثلة على موضوع التوالي والتوازي والمقاومات اللي احنا نستفد بيها. تمام? واشتغلنا الماكروميتر ودينا امثلة. وبدأنا نطلع الابعاد بطريقة صح وبطريقة بسيطة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى تكون حلقة عجبتكم. اشكركم جدا. في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة